السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا ملاحظة اليوم حبيتنا نعلق على وعد الفيديو رسلوا لي اخي يعني حطوا لي في تعليقات وقال لي وش رأيك فيه نخليكم تسمع هذا الفيديو مع دكتور جزائري الله ألم اسمه عبد الرحمن عيو بعد نعلق عليه من المفروض كل جزائري سافر يخل للحبس وفق القانون جزائري نعطيك علشي لازم يدخل للحبس لأنه رأو رافد معه مينيموم ميل دولار والبنك عطاه مئة دولار لازم يحبسوه قال أروح هنا من جبت الزيادة شي تعمل من السوق الموازية أروح للحبس بما فيهم الحجاج لازم يرحوش يحجوه ولي راح يعتمر لازم يرحش يعتمر يعاود يدخل للحبس يفوت فترة حبس لأنه اشترى العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي لأنه الحكومة تمنح فقط مئة قرول المسافر الجزائري إذا كل جزائري كانوا 11 ملايين جزائري خاضروا من المفروض أننا نحبسوا المصالع التي تكونوا تعليها ونبلو السجون بشيء ندخلوا فيها فقط للناس لتحول العملة التحقاج الإطار الرسمي صح أخفتي فيما يخص هذا الفيديو فيه بزاف أفكار غالطة للأسف في الشاديد علاج لأنه هنا عنا هذا الأستاذ ميفرقش بين المنحة السياحية وبين القيمة العملة الصعبة اللي مسموح بها للجزائريين إخراجها عند الصفر من المطار قيمة العملة السياحية حقيقة سيساوي 100 أورو يعني أنتك تكون مسافر عندك الحق باش تروح للبانك ولا مكتب الصرف ولا تطيلوا دراهم بالعملة الجزائرية ويعطي لك القيمة انتحة أورو ولا دولار بالسعر تاع البانك ولكن كتكون مخارج يعني في المطار عندك الحق باش تخرج 1000 أورو بلا ما تجيب التبرير انتحة يعني بلا ما تجيب الساند بلي كانت في البانك وهاي المصدر انتحة ولا لا لا تخرج 1000 أورو بكل حرية يعني هذاك العون تعال جامارك ولكن يقلبك ويلقى عندك 800 تسعمية ألف أورو سبعمية ما يقدرش يحسبك القانون يسمح لك باش تخرج وإلا مسموح لك هاحد أقصى باش تخرج 7500 أورو إذا كان عندك سانة تاع البانك يعني دخلتها البانك وبعد البانك يعطيك رولوفي باللي هاو سيدها هذا كانوا عنده أموال وهاو الرقم على حساب البانك يدعو واخرجها بالتاريخ خلف الاني صح يقدر واحد هنا يقول لي مثلا كيفاش سلطات هذه كميات دولار من بعد تسمح لك باش تخرج 1000 أبلا ما تسرح بكل بساطة لأنه احنا في الجزائر وكما معظم الدول العالم التعامل في العملة ما رهوش ممنوع حقيقة ان هذو كلي بيعوا مثلا تجار اللي ينشطوا في السكوار ولا في أي بلاد قانونيا يعني تقدر السلطة يعني ولا الدولة تجرمهم لأنه هذو كتجار ولكن بعيدا على هذو كتجار انت كمواطن جزائري تقدر تتحصل على العملة الصعبة من عند جزائري اخر ما هو تاجر نعطيك مثال مثلا كين قال جزائري عنده أخوه ولا عنده فاميلته ولا هو يروح للخارج ويجي رح لفرنسا ولا مسموح له باش يدخل الأورو ولا الدولار ولا أي عملة واحدة أخرى أجنبية أكيد يصرح بها في المطار ومن بعد هذا السيد لا يروح شي بحى في البونك تقدر يبيح لك تسمى انتكي جزائري رأك مسافر عندك جارك كذا تعرف بل عنده شوية راهم البونك تعطيك 100 دولار وتزيد كل انت يعطينا شوية يعطينا 300 او 400 او 800 لسونسية لعفون في حدود 1000 دولار تقدر تخرجها يعني هنا يا انت مارك في وضعية غير قانونية السيد هذك مارك في وضعية غير قانونية وفي المطار تخرجها يعني بكل بساطة كين أيضا جزائريين نحن نعرفه باللي عندهم تقاعد من فرنسا سواء بعد الاستقلال خدم فرنسا يبقى في فرنسا تبعت له يعني التقاعد بالعملة الصعبة ولا كين الناس اللي احتشاركوا مع فرنسا في الحرب ضد الألمان ولا كان في وقت فرنسا خدم شوية المولي سوصية المازال حيرة وعيشة هنا كان يتوفى واحتل الزوجة وكيف تتجز من التقاعد وعليه كين بزاف يعني اموال جينها من الخارج والناس تتحصل عليها بالعملة الصعبة وتبعها في المارش ينوان هذه هي يعني الفكرة تا انه تقدر تخرج مبلغ كثير من اللي تعطيه لك الدولار الفكرة انه الجزائر تعطيك غير مئة دولار هي مشي باش ولا تشوف باللي هذيك المئة دولار تسمح لك ولا تقدر مثلا تتصرف بها في الخارج ولا تروح لفرنسا ولا تروح للحاج كما قالها السيد ولا رحتك فيك مئة دولار لا لا سلطات الجزائرية المقاربة انتحا انه احنا يا حفاظا على العملة الصعبة لانه معناش بالزاف ما صادر تاع العملة الصعبة كما تكلمنا مقبل قل صادرات نتاع نوعا ما صغيرة ما كاش سياحة ما كاش تحويلات تاع الجزائرية من الخارج هذا العوام الكامل كلا يا حفاظا على الاحتياطات من العملة الصعبة انا نعطيك مئة دولار ابرك ومن بعد انت يزيد شوف منه من واصلا هذه السبعة الاف وخمسمية الناس تروح تشري العملة الصعبة من الخارج وتدخلها على البنك ومن بعد تعود تسحبها وتخرجها يعني بطريقة قانونية وعادي جدا وعليه تسمى فكرة احد الاستاذ انه انت كتجي خارج في البنك عفون يعني في المطار ويلقوا عندك اكثر من مئة دولار من المفروض يحتقلوك ويرفدوك يعني للحبس هذه الفكرة الغالطة وكملاحظة يعني من المفروض يعني استاذ ولا باش في القانوات يعطي معلومات كما هذه يلزم يكون متأكد منها لانه من جهة يقدر اي واحد برك مغالف في سافر راح يسمع يتكلم بهذا الامور يعرفوا باللي غالط يقدروا الناس مختصين ولا قال الناس اللي يخدموا في الجمال يقولوا يعرفوا القانون وكذا يشوفوا الدكتور جزائري في القانوات الجزائرية يعطي افكار بسيطة نوعا ما ولكن غالطة ما راح شويات يعني تتهزى المستاقية ايضا لا ربما تقدر تكون معلومات تفيد بعض الناس راح يسافر اول مرة يقول لك انا ما دم نسمع الكلام تحت الاستاذ وكذا يا وهذا الفيديو حقيقة ترمنتاشر بزاف في اليوتيوب سيد لي بحثوا لي فيه بزاف مشاهدات يقول لك انا ينخاف ما خرج مع يدراهم وعليه يقدر يكون مسافر للخارج ومدي معه غير هذي كلميات دولار يعني اللي يمدوها نحن نعرفه باللي ما راح ش تكفيه كامل وعليه يعني هذي كم معلومة باش تكون معافين في الجزائر ولا القانون الجزائري كي تكون خارج الخارج يسمح لك باش تخرج الف دولار بدون ما تبرر المصدر الانتحاء يعني يراك رافدها في جيبك عادي تخرجها وإلا اذا اخر كحد اقصى تقدر تخرج سبعة الاف وخمسمائة اورو اذا كان لديك ساند يعني من البنك وايضا تقدر تخرج العملة الجزائرية بقيمة عشر الاف دينار جزائرية يعني مليون راك حاطوه في جيبك بالعملة انتانو تقدر اه تخرجو اه عادي تصريح بالعملة والاشياء ذات القيمة يسمح للمسافر باخراج مقيمته من عملة اجنبية تقدر ب الف اورو دون تصريح بنكي اما ما يفوق على الالف اورو يجب التصريح به وإحضار وإلزامية السند البنكي الى ان يصل الى سبعة الاف وخمسمائة اورو اما فيما يخص العملة الوطنية فيسمح لكل مسافر مقيم يخرج مقيمته عشر الاف دينار جزائرية هذه هي الفكرة وهذه هي اه الاجابة وكل عداش تركوا في القناة تفعلوا نجرس بشوصلكم جديد جمع كومنتر وزارة معلكم